نحن جئنا إلى الإخصر لمثابعة لعنة توت عنخامون مساهمت توت عنخامون مهمة جداً في معبد الإخصر وأيضاً في إعادة العاصمة إلى الأخصر صحيح غادي أكيد أكيد نحن شامنا تطرق لحديث عن توت عنخامون هنتطرق إن نحن نتكلم عن إخناتون ومنحطه بالرابع ومنحطه بالرابع ابن ومنحطه بالثالث ومنحطه بالثالث هو اللي بنا المعبد من recently بلون ده من الجزء ده بنى المعبد لغاية أخر المعبد منحطب الثالث اللي هو والد إخناتون إخناتون أصلا كان اسمه منحطب الرعبة لغاية السنة السادة من حكمه لغاية ما ابتدى يغير العبادة وغير الديانة وعبد شحل بتخرج من قرص الشمس أول ملك فرعون ينادب عبادة التوحيد إخناتون غير اسمه في السنة السادة لإخناتون إلى آتون يعني إلى آتون من أمون إلى آتون وانتقل منطيبة أصلا لتل العمار نافل منيا من غرب من ملوي وعمل عاصمة هناك سمها إختة آتون دي العاصمة بتاعته بتاعت عبادة التوحيد جاء توت عنقهم رجع طيبة تاني رجع طيبة تاني وغير اسمه من توت عنق آتون إلى توت عنق آمون وهنا في معبد دخصر عمل حاجة جميلة جدا يعني نسجل في معبد دخصر حاجة جميلة جدا اللي هي بنسميها احتفالات الأوبت أو الأوبت اللي هو الاحتفال الرسمي أو الشعبي أو الديني اللي هو يستخدم فيه طريق الاحتفالات والمواقب الدينية الاحتفال ده عمل ايه توتعنق؟ عمون سجله على الجدران بتاعة معبض دكتور في ممرة الـ 14 عمود اللي احنا ماشيين فيه الاحتفال الديني او الرسمي او الشعبي بنسميه الزفاف المقدس للإله أمور رع الجميل بقى ان توتعنق عمون سجل الرحلة دي من معبض الكرنق لغاية معبض دكتور سجرها على الجدار الغربي ده المجيء من الكرنق الرجوع بقى كانوا يستخدموا طريق الكداش اللي هي بنسميه الطريق البري لأمون في الرجوع يرجعوا بقى الكهنة يشيروا المراكب على أكتافهم ويرجعوا بيها معبض الكرنق تالي